بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة أشهد أن لا إله إلا الله أحضر لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام بن القيم رحمه الله فائدة جليلة قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا من هذا الممهد كالمهد كالفراش ومعنى أنها فراش يعني مفترشا ووسعة وكذا بساطة مبسوطة بساط الله له في الرزق يعني ووس على ولا يفهم منها أنها فراش بما أنها مثلا أو بساطة كالشيء الذي يفرش سجادة أو نحوها ليس كالكرة بس يأتي كلام من القيم رحمه الله أنها كالكرة قال وقرارا يعني مستقرا يستقر عليها ذلك يتجد بالأشياء إليها فيبقون على ظهرها مستقرين كفاتا تجمعهم أحياء وأنوتها وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أحسن تفسير بمعنى دحاها أنه أخرج منها ماءها ومرعاها أو دحاها بمعنى وسعها أيضا قال وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق جعل فيها الفجاج والطرق وأجر فيها الأنهار والعيون وبارك فيها وقدر فيها أقواتها خلق الأرض ذكر في مماضي عديدة جمع الله هذه الصفات فيها لأنها نعم لابد أن يقر بها العباد ليشكروا نعمة ربهم قال ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها صحيح أن كل المخلوقات على الأرض نبتوهم من الأرض الله أنبتكم من الأرض نباتة وهذا مفهوم أن كل المواد التي في أجسام الكائنات الحية كانت ترابا وماءا وتحولت عبر سلسلة من التفاعلات إلى الأجساد الحية فإلا فمن أين تأتي هذه المادة تعالوا نشوف مادة النبات جاء من أين من الأرض والحيوان يتغذى على النبات والإنسان وبعض الحيوانات يتغذون على النبات والحيوان يبقى العناصر دي لازم تكون هي نفسها الموجودة في الأرض من أين تأتي لابد أن تأتي إحنا بنتولد ثلاثة كيلو والواحد دلوقتي في ناس ممكن يكون فوق المية كده وفي ناس حول المئة قال لحاجة ستين وسبعين جوا منين للزيادة دي جاءت من أين من أين أتت من المام ماء يتناول إنسان من الطعام والطعام ده جاي منين من نباتات الأرض وحيوانها والإثنين دول جاي من الأرض وكذا الأرزاق قال من بركتها أنك تودع فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواته وبارك فيها من بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان حباية واحدة تنبت سبع ومئة وزيادة ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها حطوا السماد يطلع إيه يطلع نبات السماد ده ممكن أحيانا الفضلات خبيثة الرائحة وخبيثة الطعم ولو عندهم دلوقتي السماد اللي هو من فضلات الإنسان بيبقى من أفضل حاجات تتعمل في الفكهة سماد عضو إن كان فيها طبعا خلل في موضوع السماد الأدمي ده ممكن ننقل أمراض وننجس عند الجمهور ولا جزو بي قال فتوالي منه كل قبيح وتخرج له كل مليح كل اللي الدفن فيها تداليه الأرض تخرج الأشياء الطيبة ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواليها قبائح بلا شك أنها شيء يسوء الإنسان للفضلات يعني المول والبراز وغيرها وتواليها وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشربه فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع قل لهذا من بركتها فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير يقول ليس هناك شيء حاصل من التراب خير من التراب يعني التراب فيه خير كتير جدا يعني بيأخذ منك الأذى وأطلعو لك إيه وأطلعو لك خير فالتراب خير يعني ولذلك غباء إبليس المستحقر لإيه التراب تلاقي النار فيها مفاسد كثيرة جدا فيها منافع بس لها مفاسد عظيمة وفيها طيش وخفة وفيها حب علو أسألت أنها طرع فوق أما الطين فإيه ففي الرسوخ والهدوء ودائما يأتي بالخير قال فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير والمقصود أنه سبحانه جعلنا الأرض كالجمل الزلول الذي كيفما يقاد ينقاد وحسن التعبير بمناكبها فامشوا في مناكبها حسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها دلولا فلماشي عليها يطأ على مناكبها وهي أعلى شيء فيها فسرت بالجبال أو فسرت بسطح الأرض لأن أعلى الكرة سطحها الأشياء العلو والانخفاض النسبية فكلما قروا من المركز كان باطن الكرة وكلما بعد عن المركز فهو ظاهر ليه الكرة أو أعداها قال فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهي أعلى شيء فيها ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه من كم معروف هو من أعلى أجزاء البدن من رأس أعلى منه قالوا ذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر لكن هذا لا يتناسب مع السياق فامشوا في مناكبها يعني في جبالها الذي وأغلب الأحوال أنه يمتنع أن يكون حالا عاديا للإنسان المشي في الجبال ليس هو المعتاد فالمتنان إنما يكون بشيء يعرفه أكثر الناس والأمر فامشوا فامشوا الذي هو الإباحة في مناكبها لا بد أن يكون هو الأماكن التي الطرق والفجاج وأعاليها أو على سطحها يعني يكونوا كما مسلم وقالت طائفة بل المناكب الجوانب والنواحي ومنه مناكب الإنسان لجوانبه المناكب هي الجوانب الأطراف الأرض نواحيها قال والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي وجه الكرة الأرضية يقول دون المقابل والعالم الأرض دون الوجه المقابل له فإن سطح الكرة أعلى هذا هذا الكلام اللي بقول إن أبن القايم يقول الأرض إيه كرة وأن سطحها أعلى وأن مقابل له هو بطنها وإحنا مش هنعرف المشيش بطن الناس أصلا بتمشي تحت الأرض أو تعمل أنفاء أو نحو ذلك هذا نادر مثل الجبال تماما في الندرة في أن هذا يكون معتاد لكن المعتاد هو أن يكون على هذا الوجه قال فإن سطح الكرة علىها والمشي إنما يقع في سطحها وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأن هذا الوجه ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكرم مما أودع فيه للساكن مما أودع فيه للساكن الله أودع الأرض أرزاق العباد ثم أمرهم أن يمشوا في مناكبها في طرقها ونواحيها فهذا الذي ذكره سبحانه وتعالى فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه الله فيها وكلوا من رزقه وإليه النشور يقول ثم نبه بقوله وإليه النشور على أنها على أن في هذا المسكن غير مستوطنين غير مستوطنين ولا مقيمين تذكروا بعد المشي والأكل من الحجار أمن اللماء الأكل من الرزق والأخوات من الرزق أن هذا ليس بمستمر وتذكروا أن هناك نشور فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور يقول على أن في هذا على أن نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري سبيل فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار فهو منزل عبور لا منزل قبور لا منزل لا مستقر وحبور فهو منزل عبور لا مستقر حبور ومعبر وممر لا وطن ولا مستقر مستقر سعادة حبور يعني سعادة تحبرون تسعدون فهو منزل عبور لا مستقر حبور يعني تفرحش بما يكون فيها ومعبر وممر ولا وطن ومستقر لا وطن ومستقر فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه ذلك أنها قوله عز وجل هو الذي جعل لكم هذه ربوبي هو وحده سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشوف قدرة الآية دلت على قدرتي عز وجل لأنه الذي جعل عرض ذلولا حكمته لأن هناك نشور وحساب وجزاء وثواب وعقاب وأنه سبحانه وتعالى إذا أنشر العباد حسبهم على ما رزقهم وما فعلهم قال وتضمنت التذكير بنعمه وإحسانه والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته اللهم أدخلنا الجنة فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير على السير إليه لأن إليه النشور والاستعداد للقاء والقدوم عليه وإليه النشور والإعلام بأن لأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن وأنه يحي أهلها بعد موتها وإليه النشور نعم بعد موتهم وأنه يحي أهلها بعد ما أماتهم وإليه النشور هذا هو نص الحديث الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتهم وإليه النشور قال فائدة للإنسان قوتين قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوته العلمية والإرادية نظرية يعني ينظر بها يعرف ويدرك ما حوله من الأشياء هو عملية يتحرك عمل ويريد له هدف يقول واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها فبهذه المعرفة الخمسة يحصل كمال قوته العلمية العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وفعاله الصراط المستقيم المواصل إلى الدين الآفات التي التي يمكن أن تحدث لك على هذا الطريق تعرف نفسك وتعرف عيوبها بهذه المعرفة الخمسة يحصل كمال قوة العلمية وأعلم الناس وأعرفهم بها وأفقهم منها واستكمال القوة العلمية العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه على العبد سبحانه والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة نمتلق على العبادة الخدمة كلام مشهور عند يعني كثير من الصوفية هون الذين يستعملون هذا في المقامات لكن الصحيح أنه يقول بتلك العبادة يقول فهو مستحن من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه سبحانه دون ما يستحق عليه ودون دون ذلك الله يستحق علينا أضعف وضعف وأنه لا سبيل لهم إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته قال في الحقيقة يكنا ويكنا نستعين فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصطه وأنه يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد وقع في قوته في قوته العلمية فيقع في الضلال وإما في قوته العملية فيوجه له الغضب فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نادك يوم الدين يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى وهي اسم الله والرب والرحمن فاسم الله متضمن لصفات الإلهية وأسم الرب متضمن لصفات لصفات الرغوبية وأسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر ومعاني أسمائه تدور على هذا وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانة واستعانته على عبادته الله معنا على ذكريك وشكرك واصل عبادته وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيانا أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهداية ذلك كان كان اهدنا الصراط المستقيم وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بان طرفين الانحراف عن الصراط المستقيم وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي وفساد العلم والاعتقاد والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فسد القصد والعمل فأول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية وحظه منها على قدر حظه من الرحمة فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته فلا يكون إلا رحيما منعما وذلك من موجبات إلهيته من موجبات إلهيته فهو الإله الحق وإن جاحده الجاحدون وعدل به المشركون فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب وصارت عبوديته عبوديت الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين عن أكثر المتعبدين اللهم نستعان قل خل هذا واسطوه الله ورحمة الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اشتركوا في القناة